ممكن يسأل سؤال بقى الكابتن محمد حلمي اللي احنا كلنا أقرينا انه مر بفترة سيئة وأخفقه خلينا نقول الكلام بمساماته أخفقه هل الكابتن محمد حلمي اللي أكيد طبعا من دوره انه يوزع العيبة جوه الـ 18 لكن هل الكابتن محمد حلمي كمان من ضمن الإخفاق يعني قال للمهاجمين ما تقطعش على قريبة ما تقراش الأوفر وتاخد خطوة قبل المدافع طب ما تشتركش مع المدافع يمكن يغلط مش يمكن يحطها في نفسه يمكن يطلع على كورنر لكن زي ما شفتوا كده أغلب الكرات الدفاع بيطلعها بسهولة بسهولة جي وقت على الزمالي كان بيلعب جوه الـ 18 بباسة مستني وجافر والكرات بيطلعها الدفاع بسهولة بسهولة تاني نكرر تاني عشان الناس أحيانا بتحب تاخد العنوان ومتاخدش اللي تحتيه كابتن محمد حلمي أخفقه أخفقه ويتحمل مسئوليته وحده وكل حد تاني غير محمد حلمي لازم هو كمان يتحمل مسئوليته نفس الكلام هيحصل مع أجوزته إيه ناسي الراجل مش هيجي على فكرة الراجل مش جاي على أرض ممهدة الراجل جاي على أرض صعبة جدا ويمكن بصراحة يعني ويمكن يكون محظوظ لأنه هو جاي على مفيش خالص فأي حاجة هيعملها الناس هتبسط يمكن الناس النهاردة سمعت أنه هو استغنى عن اتنين مساعدين لأن واحد فيهم اتأخر بالطيارة وجاب مساعدين تانين فالناس كلها قلت الله أكبر لانضباط لانضباط ناشي أوكي تمام تمام ربنا وفقه بس قصدي أن الراجل ده حيواجه مشاكل في الملعب ومشاكل بره الملعب أتمنى في دي في اللي جوه الملعب الناس تصبر عليه وأتمنى بره الملعب محدش يسمح لأي لاعب أنه يستخدم الجمهور ضد جهازه الفني